أيضا له قول رائع جميل أنه يقول رضي الله تعالى عنه أرضاه وهو يقول في الحقيقة قول المطبق لأنه كان قدوة في كل شيء رضي الله تعالى عنه أرضاه يقول من أطال قيام الليل من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوفا يوم القيام من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيام ممكن نضيف كلمة واحدة من أطال قيام الليل هون عليه الله هون الله عليه طول وقوف يوم القيام في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة دا يوم والخمسين ألف سنة مما نعد نحن فالوقوف طويل وبسبب طول الوقوف وكسرة العرق وشدة الحرق يتمنى البعض لو أنه فصل في أمره حتى ولو ألقي في النار والعياذ بالله تعالى ظنا منه أن ما بعد الوقوف أهوا من الوقوف نسأل الله السلامة وأن يجعلنا ربنا من الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله من أطال قيام الليل هون الله عليه طول وقوف يوم القيام وإمامنا كما قلت كان من أهل القيام من أهل قيام الليل وكانه مع الموفقين من أهل القيام يتمثلون بقول رب العالمين وهو يصف الموفقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون يتمثلون ويجعلون نصب أعينهم قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم رغبا ورهبا أي يدعون ربهم أي تتجافى جنوبهم عن المضاجع أي لا تقر ولا تستقر ويلتجئون إلى ربهم مستغفرين داعين مصلين قارئين للقرآن الكريم وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم علمنا وقال عليكم أي يلزموا عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ولذلك الذي يقوم الليل يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لقول الله تعالى ومن الليل فتهدد به نافلة لك وكان قيام الليل واجبا في حق النبي عليه الصلاة والسلام وهو نافلة في حقنا نحن وأيضا يقتدي بالصالحين عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات فقيام الليل ومطردة للداء من الجسد والموفقون يتشوقون لمناجاة رب العالمين في جوف الليل فيذكرون الله تعالى لعلمهم أن الله تعالى يستجيب لعباده في جوف الليل ويحرصون أن يكونوا في مثل ذلك الوقت حيث ينزل ربنا في سلس الليل الآخر ويبسط يده ويقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هل من طالب حاجة فأعطيه حتى يؤزن للفجر فالمسلم يحرص على ذلك الوقت المبارك ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد في جوف الليل فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن والحديث حسن فإمامنا رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيام قال أحدهم معلقا على قول إمامنا قال ما أرى إلا أن إمامنا أخذه من قول الله تعالى ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلة إن هؤلاء يحبون العاجلة ويزرون وراءهم يوما سقيلة يعني كأن إمامنا فهم القول الذي قاله أنه من أطال قيام الليل خفف وهون الله تعالى عليه طول الوقوف يوم القيامة من قول الله تعالى ومن الليل أي في جوف الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلة أطل هنا ليقصر عليك الوقت هناك كما قال هذا القائل مستنبطا ذلك من كلام إمامنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه